يتوجه وزير الخارجية سمح شكري إلى سلوفينيا حيث يترأس الوفد المصري المشاركة في أعمال الجولة الثانية لللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا وسبل تعزيزها بالإضافة إلى التشاور مع ناظراته السلوفينية تانيا فايون حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتبنى سلوفينيا مواقف داعمة لها تجلد بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية بكل من الرئيس السلوفينية نتاشا بريك مصار ورئيس الوزراء روبرت جولوب كما سيكتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوفيني وذلك في إطار التنسيق بشأن السبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر